لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا فأنت أترد بعقل إحبال أقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بين عقل المساعد فرحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل والنهاردة عنوان حلقتنا هيكون مقارنة بين إبليس وابن حجر النهاردة هنتكلم في الحلقة عن صفة اليد والأصابع وهنبدأ بصفة اليد أول مرجع هنروح نقرأه هو فتح الباري بشرح سعيل بخاري كتاب الودوء باب إذ ألقيا على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته خلينا نشوف ابن حجر فتح الباري قال إيه قال والمرض باليد هنا القدرة وهنشوف الشيخ الباراك راح علق على ابن حجر وقال وإن أراد أن يد الله المراد بها قدرته فهذا جار على مسهب أهل التأويل من نفات الصفات الذين ينفونا عن الله عز وجل حققت اليدين وطبعا من اللي بينفو الصفات احنا قلنا اندون الجهمية هم اللي بينفو على طول الخط أي صفة لأله سواء خبرية أو فعالية وبعدين يقول يكمل الباراك ويقول ويؤولون ما ورد في النصوص بالقدرة أو النعمة وهو تأويل باطل مبني على باطل وهو اعتقاد نفي حقيقة اليدين عن الله عز وجل تأويل باطل مبني على باطل طيب خلينا نشوف يعني ايه تأويل اليد بانها قدرة تأويل باطل مبني على باطل هنعرف دلوقتي ونقرأ مع بعض من كتاب شرح حققة السلف وأصحاب الحديث لعبد العزيز ابن عبد الله عبد الرحمن الراجح بيقول ايه فالمعتزلة والجهمية لما وردت عليهم النصوص التي فيها إثبات الصفات كان موقفهم منها النفي غاية ما بعد كده كمل وقال الى ان قال اما المعتزلة والجهمية فقالوا نحن نفسر اليد بالنعمة أو القدرة وفي الانتصار في الرد على المعتزلة القدرة الأشرار كتاب آخر بيقول وأنكر المعتزلة من الجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية أن لله يد وقالوا المراد باليد اما النعمة أو القدرة والمراد باليمين القوة فردوا صريح الكرآن والسدنة وعطلوا الله عز وجل أن يوصف بالصفات الدل على كمانه يعني يعني المعتزلة والجهمية وأكثر الأشعرية أنكروا أن لله صفت اليد وأولوها بالقدرة أو النعمة وطبعا ده رد لصريح الكرآن والسنة لكن خلينا نشوف مفاجأة النهاردة نشوفها في الحالة أن إبليس يعرف أكتر من الجهمية عن الله خلينا نشوف فين في الكلام ده الجهمية طبعا بيقولوا أن اليد معناها القدرة زي ما شفنا والكلام ده بيقولهن الشيخ ابن جبرين في شرح عقيدة الطحوية في عقيدة الطحوية لكن قبل ما نروح للكتاب ده أنا عايز أقول لكم علومة إسلامية علشان لما نقرأ الكتاب نفهم طبعا إسلاميا أنا بتكلم إسلاميا أن الله قال للملايك أسجدوا لآدم فأبا إبليس يعني رفض وقال أن آدم مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار فأنا أفضل من إبليس وطبعا كان فاكر أنه هو أفضل منه لكن الله رد على إبليس وقال له أنه هو خلقه بإيده فإن الله يخلق آدم بإيده فعطى آدم الأفضلية على إبليس آدم أحسن من إبليس في شرح العقيدة الطحوية لابن جبرين بيقول ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة فإن قوله لما خلقت بيدايا لا يصح أن يكون معناها بقدرتي مع تسنية اليد ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل لها علي بذلك فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهبية وهنا فيه كلام مهم جدا الذي بتقال هل فعلا إبليس يعرف عن الله أكتر من ابن حجر ده سؤال أنا بسيبه لكل مسلم وأنا طبعا محتاجة رد على سؤالي من أي مسلم وطبعا هتلاقوا دايما أن الفيسبوك قدامكم على الشاشة ممكن تتواصله معي دلوقتي إحنا شوفنا صفة اليد وأن الله فعلا ابن حجر بينكر صفة اليد طالما في يدي بأول حاجة بتجيلنا في دماغنا يدي يعني فيه أصابع فيه صفة تانية لازم تكون مع اليد هي إيه الأصابع وطبعا أكيد ابن حجر لما بينكر صفة اليد عن الله طبيعي أنه هينكر الأصابع كصفة برضو لله نروح لفتح الباري بشرح سعيد البخاري كتاب تفسير الكرآن سورة الزمر بيقول باب قوله وما قدروا الله حق قدره عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال يا محمد إن نجد إن الله يجعل السمامات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والسرع على أصبع وسائل الخلائق على أصبع فتعليق الحفظ ابن حجر فتح الباري بيقول إيه والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه وطبعا الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه هنشوف الشيخ البارك بيشرح المعنى كلام ابن حجر وقال إيه الشيخ البارك رد عليه وقال والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل والمراد بهذه الأشياء الصفات الخبرية كالأصبع واليد والعين وإحنا هنروح تحديدا لكلمة الكف عن التأويل طبعا ابن حجر بيقصد إن صفة الأصابع ليست على ظاهرها يعني ليست حقيقية يعني الله ما عندوش أصابع حقيقية والشيخ البارك بيرد على ابن حجر ويروحه بيقوله إيه فإن ذلك من تحريف الكلام عن موضوعه غير ما ابن حجر بيكلم كتير وبعدين بيقول بل هو من أقبح التحريف وابن حجر بيعلنها صراحة طبعا زي ما إحنا قرينا وبيقول معه اعتقاد التنزيه يعني بيقصد إنه بينزه وبينفي حقيقة صفة الأصابع عن الله والشيخ البارك بيعلق على كلام ابن حجر وبيقوله إيه وهو مسهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وفقهم من الأشاعر وغيرهم يعني نفي صفة الأصابع مسهب مين مسهب الجهمية مسهب ابن حجر وده اللي إحنا هنشوفه في سنة ابن ماجا في كتاب المقدمة كان بيترجم كتاب بانوان اسمه باب ما فيما أنكرت الجهمية وبيذكر حديث عن أصابع الله وخلينا كده نشوف الحديث عشان نتأكد إن فعلا الله ليه أصابع في سنة ابن ماجا كتاب المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية يقول لنا كده عن النواس ابن سمعان الكلابي قال سمعة رسول الله يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن أشاء أقامه وإن أشاء أزاغه وطبعا الحديث ده بيثبت إن الله عنده إيه أصابع خلينا نشوف حديث تاني ونشوف مفاجأة مش متوقعة من ابن حجر وهو طبعا شارح صحيح البخار في صحيح البخار كتاب التوحيد عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله حتى بدت نواجزه ثم قرأ وما قدره الله حق قدره طيب دلوقتي رسول الإسلام بيضحك لما في حديثة قال قدامه من واحد يهودي رسول الإسلام بيضحك معناها إيه يعني مسدق يعني دي سنة تقريرية يعني طالما ما ردش كلام اليهودي يعني هو موفع الكلام فنشوف تعالي ابن حجر على الحديث ونشوف ابن حجر رح قال إيه في الموضوع ده رح قال إيه قال الخطاب ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من الطورة ألفاز تدخل في باب التشبيه ولا تدخل في مزاهب المسلمين يبقى هنا في كلام خطير جدا طبعا يهودي مختصر الكلام أن يهودي جاء للرسول وقال يا رسول الله يعني الله بيمسك السماعات على أصبع وإلى كل الحديث كمالة الحديث فرح الرسول ضحك تعجبا وتصديقا له يعني الرسول بيصدق اليهودي أن الله عنده أصابع ابن حجر رح قال إيه ذكر الأصابع من تخليط اليهود وأن الرسول بمعنى كلام ابن حجر لم يوافق على كلام اليهودي أو أن ابن مسعود هو صحابي فيه من حديث غلط والحديث كله عبارة عن تشبيه وتحريف متخذ من اليهود والكلام ده طبعا ملوش أي علاقة بأي مسعود من مذاهب المسلمين يعني ابن حجر بمنتهى كده الصراحة رح عمل إيه يطعن في البخاري وبيتهمه أنه بينقل حديث من تخليط اليهود أو ابن حجر بيفهم أحسن من الصحابة اللي فهموا أن الرسول بيصدق على كلام اليهودي أو ابن حجر بيتهم الرسول أنه ما وضحش للمسلمين أن الكلام ده باطل وتشبيه يعني بيشبيه والله بالبلاء أدمين يعني ابن حجر بيتهم الرسول أنه بيوافق على اليهود في التحريف اللي بيقوله وأكتر بين كده أن ابن حجر بيتهم الرسول أنه كأنه كده بيحرف لأنه بينقل تحريف اليهود فكايد الرسول برضو من المحرفين طيب أنا كل ده كل الأسئلة اللي أنا طرحتها ده على يعني لما ابن حجر بين في صفة الأصابة ويقول ده منتخلة اليهود فأنت أما بتتهم الصحابة أما بتتهم البخاري أما بتتهم الرسول نفسه أنه محرف ونقل كلام المحرفين فأنتوا عليكم تختاروا ابن حجر يعني تهم مين بالزبط يعني هل أنتوا بتمشوا وراء كلام ابن حجر اللي قال نافح حديث صحيح موجود زي كده وافق عليه الرسول وطبعا دي عقيدة أنا بأكد أن دي العقيدة بتاعت ابن حجر عقيدة الجهمية اللي بينفو صفات الله سواء خبرية أو فعلية وهل أنت لسه كمسلم بعد كل اللي بتسمعه ده ممكن تاخد شرح أهم كتاب بعض الكرآن وهو صحيح البخاري من واحد جهمي زي ابن حجر وألتقي بكم في الحلقة القادمة وهنكمل مع بعض عقيدة ابن حجر لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقمل بعقل وذي أرد بعقل وذي أنكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين حقل المسا اشتركوا في القناة